فطوعاً الرب بيعرف وشايف وعارف والرب شايف إنه كأس ماء بارد لا يضيع أجره حبائي يمكن لو طلبت منكم على فكرة ياريت يعني أحب أطلب من كل مشاهد بهذه المناسبة إذا ممكن تكتب لنا سطرين على الصفحة حكي لنا هيك اختبار شهادة عن أمك لأنه أكيد كل الناس اللي رح تقراها الملايين اللي رح يشوفوها رح يتباركوا من فضلك لا تبخل وشاركنا يعني شارك في قصة عن أمك وهيك ولو بجملة بسيطة ليه أنت بتحب تكرم أمك وطبعاً أنا كمان بحب أكرم أمي أنا شخصياً أمي تعتبر بطلة بكل معنى الكلمة اتزوجت ولكن حدثت الحرب في الـ 48 هي كانت من حيفا وطبعاً أخذت المنطقة كلياتها بيتنا وأرضنا وكانت في منطقة عند الكرمل وطبعاً يعني الأغرب في الموضوع والصعب جداً أنه أمي يعني أمها يعني بين وين راحوا على لبنان أكم ساعة مش بعيدة كتير ولكن بسبب الحرب صار في حدود صار في حاجز ما قدرنا نشوف لا ستة اللي هي جدتي ولا أخوالي ولا حتى كل أولاد أخوالي من كل طرف أمي ما شفناهم بسبب الحرب بسبب المأساة وبسبب المعاناة وفوق كل هذا كانت الأوضاع صعبة جداً في تلك الأيام والفقر وكننا إحنا عشر عشر أفراد في بيت واحد في غرفة واحدة ننام ولكن وأبوي مات وإحنا صغار فأمي ربتنا وفعلاً هي بطلة في كل معنى الكلمة وطبعاً يعني كل واحد ممكن يتذكر قصص حلوة عن أمه أنا بالنسبة إلي اتصلت أختي وقالت أمي يعني الأطباء قالوا أنه هي يعني شبه ميتة كانت في الانتنسف كير وكانت في مستشفى الناصري طبعاً أنا أجيت من كندا للمطار أخذت تاكسي وصلت يمكن في منتصف الليل للمستشفى وفرت على غرفة الإنعاش طبعاً كانت يعني ميتة يعني حرفياً كانت ميتة وطبعاً أنا كنت مصل في داخلي بقوله يا رب لسه صغير واتقلمت كتير في حياتها يعني مش هذا الوقت أنه تموت وتمسكت بوعد الذي يقول لن أموت بل أحيا لأحدث بعمل الرب بمعجزات الرب بعظائم الرب وفعلاً وصلت شلت سطارة هي كومة ما في يعني مواتي وحتى ما كانت صلاة أول ما حطيت إيدي عليها استيقظت أمي وكأنه لا يعني ما فيها أي مرض وجلست فجأة على السرير وطبعاً هي تفاجأت لما شفتني أمامها وأول جملة وأول تعبير قالتها يما نظار حبيبي أنت أكلت تخايا للأم يعني ميت وقامت وأول جملة لما قامت على قلبها إذا ابنها أكل أو لم يأكل اشتركوا في القناة